السلام عليكم معكم الأخت أمينة بن عزوز من رباط من أبناء المحبسين الساكنة في حسان رباط المشكلة عندي مع نظرة الأوقاف الرائبات المشكلة بيني وبينهم في 2009 كان عندي واحد المشكلة احنا ولاد عمنا دخلوا لنا المحكامة لما يأخذ المجرد الصحيح فإذا تحكم في الصالح الأمينة بن عزوز وخايد بن عزوز وبقادر بن عزوز القادية كانت تقاتنا بأنه سيخرج خعبي لتحديد الضرر فإذا الميل تتعطر واحد المدة إذا مت النظر دي العائلة الحاجة بالسلام بن عزوز مت النظر دي العائلة اللي كان يكلف بنا بحفوز دينا مات الساعة ما تلدي ذويت سيس دي ميل أنز يلا عدمات هم فتحوا النظر في تحت ميلف جديد بأنه هم عندهم داك ميلف داروا فليزارشيف وحلوا ميلف جديد ميلف ديالي أنا ميل وخمسة وخمسين ألف وثلتمية وجوج ألف وعشرة هم عاودوا ميلف ميلف بأم ميلف خمسة وخمسة 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 ألف وعشرة الموهم الميلف ديالي لدخل ميلف إلا أنا منا بأي طريقة بعدها بأي طريقة جوجوّ الموتائي قد تتضعوا في مكتب الطبط سي ستلقى إلى جلسة وعندما قد تتحصل من ميلف هم تحصل من ميلف جوجي وثائقة تضعوا نظرة الأوقاف وقاما قد تضعوا إلى ميلف لا يمكنني أن يتحصل لأي قد تتحصل مع مؤتما اضافة مذكرة في ٢٤١٢١١ تقول لك أن الدعوة لم يكن في السواحة جديدة فإذا لم تكن الدعوة كانت في العكاري وضعت واحد الوقدة في ١٩٨١٨ هذه ظهورات داخل نظرة الأوقاف الريباط ودروا فيها لوسيت وعشاد الأرقام ما يعقل؟ في ٦٨٨ نحن كان لسيت وعشاد الأرقام ربما لدينا الانترنت ودينا الوسائل هذه ودعمت واحد ورقها مظهورة بأن كينا توصل دي الكيرة مظهور مظهور؟ حكمات المحكامة المحامي دي أنا تخلافة والمحامي دي المتخلافة فإذا كي يحضر الرئيس القانوني دي النظرة هو اللي كي يحضر والمقرارة هناك حكمات المحكمة تضيب الحكمة 932 2012 هذا ميلفون مفبرك حيث ندخل الى الزرشيف ورى عند الوثائق هذا عوده المحكمة 932 2012 رحمة 1055 2015 2010 بحضر نظر اوقاف الريباط نظر اوقاف بن عزوز هذا نظر اوقاف بن عزوز كيف سوف يحضر مميت في هذا العدد؟ المهم أعطني التنازل من الميلف التنازل من الميلف تنازل من الأحكام المهم تفاوضنا وفي إدابية قال لك الله يسامحوا أن نطلع الميلف كما يحضر أخير من الميلف أول ما تفقد عن توظر الميلف الامر unusية على مميت في هذا العدد قبل خمصة وخمسة وخمصة عامية فقد اعتبر التنازل يتنظم من الأخير كما سوف يحضر الشيء أصلي فأنه مشكلة وهذا كان موجود لأمه نعمل حاول تنازل لأنه كان متفاوت كانوا تفويت المحل و تفويت المحل ب 160 مليون مصرية لهم لا يزال الأوقاف يتلعبون في المحكامة لا يوجد ميل فتلة و لا يوجد ميل فغادية لا أريد أن يتأكدون من هذا الشيء يتكون لهم وكيل العالم ماليك ووكيل الماليك يتكون لهم على المسؤولين و كيف يقل هو تفويت و كيف يدعيني هذا المهم من هنا سوف نحن بسرعة جلسة أخرى إن شاء الله لدي أسي دي اليوم جاءتني واحدة يدعوه أخرى في المحكامة التجارية اليوم بدوز جلسة جلسة في المحكامات التجارية بالرباط المهم سدعتنا القادية عيطت المحامي ديالوم عيطت بن عزيز أمينة نبت قادية السلام السلام قلت لأختي أنا كأنه على خوتي لماذا لديك ورقة بشيء؟ قلت لأي عندي الوطائق برغم أن تجتي بن عزيز يدعو بأنه كأنه على خوتي و لا يعطوه أي نبا ولا يعطوه هذا يجي يوري 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 يوضحوها لي أنا كنظر ما قالت للمحامي ديال قلت لأنا مجلت محامي كأنه على نظر الأوقاف نظر الأوقاف ديال الريباط كأنه على محكامة بأنه قال لي الورقة اللي جاتني مقال افتتاحي بأنه نظر الأوقاف المسؤول عليها يمشي ينوب عليها وهذا النظر الأوقاف كنا و كرفصنا و من دخل الحبوز ديالنا من ألف و سمعتاش كي يجري علينا المستفيد كيتخلصوا كل كلام في الزنقة أماني ماشت المستفيد كيتخلصوا في الزنقة كراوتنا ما كيعطا لنا كلها كي يجري علينا أنا في المكان دخل كي يعنفوني و رغم أعطيتو الشي كيف في ألف سبعة شوض و ضحكوا على الميلف قلتوا راكين خروحات فأوراح رسمية كير رشوة ميلفات موف براكة أحكام موف براكة انتحال الصيفة طعن بالساطورة سيد بغيد ربني الساطورة و قال لك غندر لكم الساطورة لما بسعجيش من ميلف طعن بالشرف سيد قال لك أنا ما عديت ميلف تتتبعني للمحكامة و قطلب مني شي بسائلية شو ما قاعد نقولها لكم و برقات المحكامة و ذاك الحكم اللي اخذتها هي موف براكة ما كيش قاع لا تكو مستر بغيت لي وحف معايا من المسؤولين أنا نرى بالطربات و أبناء المحبيسين و النظرات تكرفصت علينا تكرفصت علينا كيف تكرفصت سبان تنمور كيف يقال أنا سيد عبدالتح في المقهد ديالو في دوبيل ديسات كتبت له شكاية قلت له عفاك سعدة النظر السيد محترم استقبلني أنا أبناء المحبيسين هناك زوارات في أوراق رسمية الرشوة إلى آخر كتبت له رأيت لي في التليفون ديالو و تقول لي لا بنعزز زبر حبابيك الدار داركم دفعي الباب و دخليك دخلت عنده دخلت عنده طلعت عنده السلام السلام قلت له ما ذكره ما ذكرت لأن كاميرا جاءتني والكاميرا كانت تتسلمون في ذلك ما ذكره قلعة يا تقول لي قتلني نحففين تضع على طريق المحطPe كنت تقول تلك المطالب والميدنيات لا تبقى و قالت صلبحي و شتابت او مع قتل كتبت لي حل حل يوسيادة وبعد سيادة ويقوله انا قريب جديد لي حافرة فهمته فهمته بشي 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 وصدنا البطاط خور مع البوليس سكت ووهبط ولكن اقتبت للوزارة وعيدت لك النهار عيت للمدير خرجت معده وعيت للمدير ديال اوقاف قلت له هاشوح مكي كنت قلت له هاش وحه هاش قال لي الناظر هاش قال لي الناظر وراء عيرني وراء قال لي للحب زي حسان لغني الناظر السبال لدى السيد المدير ديال الاوقاف من الفين وربعتاش انا كانت تكلم معه في التاليفون على المواضيع هذي ها كاين اشدرتي اش كاين وعنده علم بهذا الميل فيه خروقات عنده علم وتقريبا الوزارة كلها تقريبا يعنا ما كان عمم شنا راكيين الناس لي كانوا استحبلوني في الفين حبل من الفين وربعتاش والفين وربعتاش منيعته من دخول الوزارة الى يومينا هادا اشنا هو السبب مشينا التلبب صفارة ومبغي ندخل ما تيخلوني ندخل اعلاش نشوف ما قال الشي كاين يدير لصفت الدوال الملكي نشوف الشي كاين يدير لصفت الرئيس بالحكومة منهم بن كيران ومنهم سلعتماني نشوف الشي كاين يدير لصدع اللي تتوصل بها وزن الاوقاف فينا هي من الفين وتسعونا كنكسبل وزن الاوقاف ولا من ينادي ولا ما كاين لا جاوب لا تشي حاجة ودازو قعنا نطرق علي دازو كل دليل فاساد ربعا ديان نطرق الميل في هذا ولكن هذا سببان المعيور وكي نرزقنا واحد البود طفل وكي نرزقنا كيدوزو الأملك ديان الغرباء ما تيخلصناش والله القاسم الوراء سمسكي كيتخلصوا في الزرحة وهذاك اللي كي يخلصوا بكيتخلص علينا وذاك السمسا كيتخلص علينا كونش كي ياخد خمسة في الميوعة من اللاشح كي ياخدو من صندوق دياننا ومعمرهم استقبلونا ونعطونا الحيثة ونحن من هذا المنبر من هذا المنبر من هذا المنبر من هذا المنبر تقول كونه هذا من عزوز تاحد الله يجزيكم بخير باش ندروا محاسبة مع هذا السيد هذا ندروا محاسبة في أملك دياننا ندروا محاسبة شنو دخل وشنو خرج ماشي نحن في الدوك يدري بينا مبغى والسلام ان شاء الله سنتظروا بقى حلقة مرادة ان شاء الله وغد كون جلسة اخرى لان باباها تبعوا ملف كبير ملف من الفين واسعود تال الفين وثلاثة وعشرين اليوم ردوز جلسة في المحكمة ديالتجارية ولكن اوهنت داخل قاعة اوهنت داخل قاعة كيف يعقل القاضية قلت لها المحامي قلت لي جبتين موحي قلت لها لا قلت لها كينو بعليا نظر الاوقاف را كتبها كتبها في المقال ديانو بحضون نظر الاوقاف يحضر معي وشخصيا انا اليوم راك تكلمت مع المديرية وتكلمت مع الوزير الاوقاف في الكتابة ديالو وقلت لهم شخصيا لا غاي حضر معي محكم حضر معي هو شخصيا ما يسافت ليش رأس رئيس للقانوني مدام هو كينو بعليا هو ترى باين الورطة باين المستفيدين يا سادة اللادر راك رفستيني راك هنتوني راك مخليتوا بدرتوا فيا رام 2017 ملين انت حتبت من قديلك وانت كتهيني ولكن ان شاء الله هنا راك المسؤولين والله ينصر سيدنا وسيدنا قالنا حاربوا معنا الفاساد حنا كان حاربوا مع سيدنا الفاساد الذي كانت تديره سيدنا كان يقضع مجيه وانتا ما كانت كفصها مجيه خصوصا نذكرنا نظارة وخف الرباط نظارة اتشنيها نظارة وحنا ولاد محبيسين يتكفص علي انتا لا لا يعقل المشكلة كانت من الرئيس المحكامة التجارية لأن يحتفظ الميلف الذي يداز اليوم في القاع الجوج قلت له القادية وجده المحامي وقلت له أن ينبع لها نظر الأوقاف وما قالت له أنه ماذا ينبع لها هو وقلت له أنه ينبع لها نظر الأوقاف وقلت له القادية قلت له أن ترى ما أحسنت وقلت له المحضر ونتابعك لا أعرف لماذا؟ كانت من الرئيس المحكامة يتبث لي في هذا الشيء صاف والسلام إلى اللحاء إن شاء الله مرة أخرى سوف يكون لحاء آخر إن شاء الله